أهلا بكم مستهل جولتنا الإخبارية بالحالة الوبائية بمدينة زايو تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ودخول حالة مصابة قسم الإنعاش ونبقى دائما في أخبار الحالة الوبائية خبيران في علم الفيروسات أكد في تصريح لشبكة الأخبار المغربية M24 أن سلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا جنوب بريطانيا وبدأت تتوسع في أوروبا لا تأثير لها على اللقاح الذي ينتظبه المغاربة ودائما نبقى في الأخبار الصحية زايو سيتي توصلت ببيان من المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بزايو يستنكر فيه الطريقة التي تم بها إعداد لوائح المستفيدين من تعويضات كوفيد وفي الخبر البياضي السلطة المحلية والأمن بزايو يتدخلان لاستكمال أشغال ملعب القرب بعد توقف دام لعدة مفات احتجاج عدد من الأشخاص بدعوة أن العقاب الذي يتم فوقه بناء الملعب في ملكيتهم تدخلت يوم أمس القوات العمومية لفسحية المجال للشركة للشروع في التشهيد بهذا الخبر نكون قد أنهينا هذا الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة